على أثر تقديم إخبارات أمام النيابة العامة العسكرية بحق إعلاميين لربنانيين يعملون في الفضائيات العربية وأخرها بحق الزملاء في قناة العربية طاهر بركي وليالي الاختيار التقت جمعية إعلاميون من أجل الحرية النائب العام التمييزي جمال حجار تشرفنا اليوم بلقاء النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار نقل نالوا هواجس التجمع ومخاوفه من الإجراءات التي يعمد إليها البعض لملاحقة زملاء إعلاميين لألنا في قنوات عربية أبلغنا حضرة الرئيس جمال حجار بهذه المخاوف وبضرورة أن يكون هناك تحرك للنيابة العامة التمييزية لوقف كل التمادي في ملاحقة الزملاء الإعلاميين وخصوصا زميل طاهر بركي وليالي الاختيار وعدا بدوره ألقاد جمال حجار بحل هذه المشكلة القانونية وأن تكون هذه الملاحقات سببا لمنعهم من المجيء إلى لبنان وعدنا الرئيس الحجار بأنه ستكون هناك معالجات قانونية لهذه المسألة لجهة وقف التمادي في بلغات البحث والتحري وأبقاء هذه البلغات مفتوحة للتضييق على الإعلاميين أن يكون هناك أطر قانونية لقبول مثل هذه الإخبارات ضد هؤلاء الزملاء نحن نرفض اليوم أن يكون هناك زملاء محترمين أنه ممنوع عليهم أن يعودوا إلى بلادهم أشار الصحافي أسعد بشارة أن هذه الإخبارات هي سياسية وكيدية وهذا السلوك مرفوض لأنه يشكل تخوينا للعاملين في الإعلام كيدية وسياسية وانتقامية الإعلام اللبناني اللي عم يشتغل بوسائل الإعلام العربية هو جندي جندي يساهم في كشف الاعتداء على غزة والاعتداء على لبنان والتالي هل هو المكافأة أنه ما يرجع على وطنه لأنه منقدم فيه استنابة عند النيابة العامة العسكرية لا هذا الأمر مرفوض نحن اليوم اللي شفناه عند القاضي جمال حجار هو أمر مشجع لأنه هو رأس الهرم القضائي وباعتقد بهذا النية ممكن نصل إلى وقف هذا المسار الخاطئ والمدمر كما أعلنت جمعية إعلاميون من أجل الحرية التضامن مع جميع الزملاء الذين طالتهم هذه الإخبارات وسيكون هناك وقفة تضامنية في وسط بيروت رفضا لهذه الإخبارات الكيدية ترجمة نانسي قنقر